كلما حاول البعض تناسي هذه الذكرى صرخت جراح أبناء الشهداء وعوائلهم وما أكثرها في مثل هذا اليوم صرخة ألم يوم الشهيد العراقي يوم كرام العراق في الأول من كانون الأول عام 1981 فجعت ثلاثة آلاف عائلة عراقية عندما أقدمت القوات الإيرانية على إعدام أبنائهم بعد أن وقعوا أسرى في معركة ربسيتين متجاوزة كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية والدولية فثلاثة آلاف أسير أعزل كانوا ضحية إجرام متعطش للدماء فالجريمة لم تقف عند قتل الأسرى بل تم تعذيبهم وتقطع أجسادهم وسحلهم حتى الموت وما أشبه اليوم بالبارحة وما أعجز العالم عن التدخل فالتمدد الإيراني في العراق وعدد من الدول العربية تخلف آلاف الضحايا من الأبرياء وأحرق الحرث والنسل وعلى الرغم من المحاولات العربية والدولية لوقف التطرف والغلو الطائفي الإيراني في المنطقة إلا أن راعيته تستخدم أذرعها في بلدان عدة لتنفيذ مآربها الأمر الذي يتسبب بتكرار مجزرة أسرى بسيتين في أماكن وأزمان مختلفة ستة وثلاثون عاما مضت وما زال الجرح العراقي ينزف بل كل ما العراق بجراح جديدة فلا تكاد تخلو عائلة من شهيد ولا تكاد بسمة تخلو من غصة فيما تبقى ذكرى شهداء العراق الذين رووا الوطن بدمائهم الزكية وذادوا عن حياضه بأرواحهم حية كما هم أحياء عند ربهم يرزقون